السلام عليكم مرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناة وصفة نيت اليوم ان شاء الله اولا نتمنى هذا الفيديو يلقاكم وانتم في تمام الصحة والعافية تكونوا دوستو لعيد ديالكم بصحة وسلامة ان شاء الله اليوم غا تشوفوا معايا طريقة تحذير طبقات اللي كنحضروه او لا كنقدموه كمنورة وجبة كوجبة ديسير يعني كنعملوه هو في الوسط وكنعملوه معاه الديسير من الوسط ديالو من الجوانب كديسير اللي كجيراقي جدا بعد المرات كنحيرو اش نعملوه في الديسير فقط اعطيتكم هنا يا واحد الفكرة نسبة المكونات كنحتاجو اولا نصف كأس من السكر الكأس اللي اخذنا به القياسات هو كأس بقياس 150 ميلي لتر غادي نجيبو واحد الكسر هنا اللي تكون شوية كبيرة كنوضعوه فيها السكر وغادي نعملوه على النار نار اللي تكون خفيفة باش ما يتحرقش وهنا غادي نحاولوه هنا ننوجدو القالب ديالنا هنا عملت قالب كبير الى غادي تعملوه قالب صغير غادي تحصلوه على طبقات اللي كتكون كبيرة وغادي يجي في الشكل ديالو اروع من القالب الكبير يعني الى عندكم قالب صغير يستحسن تعملوه صغير اللي بغايتو تحصلوه على يعني المنظر ديالو يجي رقي اكتر هنا يا غادي نبقى وندوبو السكر على نار اللي تكون توسطى كنحركوه باش ما يتحرقش لنا من الجوانب ويبقى لينا من الواسط والاعلق يبقى لينا سكر يعني نحركوه حتى كدوب كيبقى لونه هكا لون دهبي حاولو تخليوه بلون دهبي ما يكونش بني إلي شتو اللون ديالو ولا بني كتعرفو راه تحرق ولا تحرق راه كيف سد الماضق غادي نعملوه في القالب وغادي نحاولو نوزعوه على الاسفل ديالقالب وشوية الجوانب ونخليوه جانبا حتى كبرد وفي هاد الاثناء غادي نحتاجو الليطر واحد من الحليب اللي كنقسموه الى اربعة اقسام انتوما على حساب الطبقات والنكهات اللي بغيتو تعملو في هاد الفلون هنا غادي نعمل اربعة يعني ربع ليطر ربع ليطر ربع ليطر ربع ليطر هنقسموه الى اربعة اقسام متساوية وطبعا إلا بغيتوا تعملوا غير نصف الكمية راكم غادي تعملوا غير نصف لتر من الحليب لكن ضروري القلب يكون صغير ما يكونش قلب كبير وعلى بركة الله ههما بعد ما قسمناهم غادي نوضعهم الآن جانبا وغادي نجيب الكمية الأولى أو لا الطبقة الأولى اللي غادي نحتاجوا فيها طبعا ربع لتر من الحليب مع ملعقة ونصف من السكر ملعقة كبيرة دائما مع واحد العلبة ديال الفلون بالنكهة ديال الفانيلا النكهة ديال الفانيلا هاد العلبة ديال الفلون راها العلبة الصغيرة اللي هي بدون سكر يعني ضروري هنا في هاد الوصفة تعملوا العلبة الصغيرة اللي هي بدون سكر إلا عملتوا العلبة الكبيرة اللي بالسكر راها غادي جي المدق دياله فيه السكر كتير يعني غادي جي حلو بزاف الان كنجيبوكسر هنا كنوضعو فيها الحليب يعني طريقة ديال تحضير الفلون العادية نوضعو الحليب من بعد كنضيفو عليه السكر ملعقة ونصف من السكر ومن بعد غادي نضيفو عليه العلبة ديال الفلون الى كنتو ما كتحبوش السكر يكون باين يعني كتحبو السكر يكون قليل لما ممكن تكتافيو غير بملعقة واحدة كبيرة غادي نوضعو هاد الفلون او البودرة ديال الفلون او الكريم كاراميل بالنسبة الاخوات اللي متواجدين دول عربية او البودينك غادي نحرقوه جيدا ومن بعد غادي نوضعوه على النار نستمرو في التحريك من حين لاخر باش ما يلتسقش لنا بالاسفل ديال الانا وتحرق وكنخليو حتى كيوصل للدرجة ديال الغاليان بعد ما كيغلي كنخليو واحد المدة ديال دقيقة وكنطفيو عليه النار بعد ما طفينا النار كنجيبوه الان القلب ديالنا وكنصبوه فيه هاد الكمية او لا الطبقة الاولى غادي نخليو حتى ما كيبقاش فيه يعني ما كيبقاش يتصعد للبخار وغادي ندخلوه للتلاجة او للمجميدة لحساب انا غادي ندخلوه المجميد ومن بعد هنا يا في نفس الوقت بعد ما دخلته في المجميد لانه غادي يجمد بسرعة غادي نحضر طبقة تانية اللي كنحتاج فيها نفس شيء ربع ليطر من الحالي عدنا علبة من الفلون بالنكها ديالكاراميل وغادي نعمل ملعقة صغيرة من القهوة سريعة الدوابين وكتبقى اختيارية هنا غير باش كنعطيوه النكها ونعطيوه كذلك اللون ونفس شيء ملعقة ونصف من السكر على بركتي الله بالنفس طريقة يعني اللي حضرنا به الكيمية الاولى كنعملوه الحالي بنضيفو عليه السكر ملعقة ونصف اولى ملعقة كبيرة يعني ما كيعجبكمش السكر نضيفو العلبة ديال كذلك الفلون بدنكها ديال كاراميل هنا نضيف هنايا ضفتغر نصف ملعقة صغيرة من القهوة في الاول لكن من بعد غادي نضيف نصف ملعقة اخرى غادي نعملوه كذلك الفلون وغادي نخلطو المكونات مع بعضها هنايا الي عملتو الفلون غير في التلاجة يعني الطبقة الاولى عملتوها غير في التلاجة ماشين مجمد فما تحضروش هالطبقة حتى تكون طبقة الاولى بردات يعني تتكون تماسكات عدا باش تعملوه التانية هنايا غادي نحركوه طبعا وغادي نمتعها على النار ملاحظة فقط ما تدخلوش هاد الفلون يكون ساخن لمجمد غادي نفسد لكم مجمد خليو حتى كي تزول منو ضك البخار ما كيبقاش يتساعد هنايا بنفس طريقة غادي نضيف هنايا كمية اخرى من القهوة سريعة الدوابين وغادي نخليه على النار حتى كي يغلي كما عملنا للطبقة الاولى ومن بعد ها هي طبقة بعد ما بردات وتماسكات غادي نصبو عليها الكمية او للطبقة التانية هنا كنعملو واحد الملعقة باش ما نصبوش مباشرة على الطبقة الاولى لانه غادي يفسد لنا الطبقة الاولى يعني كتقبلنا دك الطبقة كنعملوه الملعقة باش كتوزع لنا الخليط بشكل جيد قندخلوه للتلاجة او للمجمد وبنفس طريقة غادي نعملوه الطبقة الاخرى اللي غادي نعملوها بالشوكولاتة كما قلت لكم هنا راغت كنخلي الفلون احتكي تحيد منه البخار هذا باش كندخلوه لتلاجة او للمجمد نفس شيء نضيفه السقر نضيفه العلبة ديال الفلون اللي هي بالشوكولاتة وكنحركوه وكنوضعوه على النار كنخليوه حتى كي يوصل لدرجة الغلايان بعد ما يغلي نخليو الواحد المدة ديال دقيقة دائما مع التحريك وبعد ما كيوجد بنفس الطريقة اللي عملنا هاي الطبقة التانية حتى هي راهت ماسكات كنعملوه اولا كنصبوه الخليط بلملعقة بهذا الشكل إلا صبيتوه مباشرة رغدي فسدلكم الخاليط او رغدي فسدلكم الطبقة وهنايا وضعناه في تلاجة ونفس طريقة طبقة الأخيرة غدي نعملو الفلون ديال الفخيز بنفس الطريقة السقار الحليب العلبة ديال الفلون كذلك غدي نوضعوه نحركوه جيدا وكنوضعوه على النار نتوما هاد النكهات اللي كتكون في كل طبقة راكم كتتحكمو فيها لحساب الرغبة ودائما على النار حتى يغلي ومن بعد كتكون هاد طبقة راه هات ماسكات كنعملو عليها الطبقة الأخرى والأخيرة وكندخلوها لتلاجة ونخليه حتى يتماسك هنا يلا عملتوه في المجميد را كيتحضر بسرعة يلا عملتوه في التلاجة را كي ياخد وقت أطول وهنا بعد ما بردات لنا كذلك الطبقة الأخيرة غدي نجيبوه كيمية من الماء المغلي وهاد الخطوة تبقى اختيارية وغادي نوضع فيها هاد الخليط او هاد الفلون وغادي نخليه هنا حتى غير واحد المدد ما كاملش حتى دقيقة وكنزولو وعلى بركة الله باش ذاك الكريم ذاك الكاراميل اللي عملنا في الأسفل يدوب إلا بغيتو ما يدوبش فممكن سستغنى على هاد الخطوة كنقلبو على بركة الله ها هو الفلون دينا ونزولو القالب ها هو كيف ماشتو معايا كيفاش كي يجي غدي نحاول نقص شوية من الكاراميل في واحد الكأس هاد الكاراميل سائل إذا كيكون هادا الوشق النهائي دي الفلون دينا كتقدموه كدسير او لا كتقدموه مع الفواكه في وسط طبق إلا مثلا جايين عندكم ضيوف او للا بغيتو تعملو شي واليمة او لا فراه كيجي رائع افضل من أننا نحطو الدسير غير بحدو هكا كيجي راقي وف نفس الوقت راه كيجي رائع انتمنى فيديو اليومين لإعجابكم فكرة اليومتنا استحسانكم نتمنى ونطلبهم الله الفعلين هاد الوباء وهاد البالاء ورجعوا لحياتنا الطبيعية برحمتك يا رحمة الرحمين ونخليكم الآن كنشكر كل الأخوات اللي سولوا عليها والأخوات دائما اللي كيدعوا معايا في التعليقات كنقول لكم شكرا لكم بزاف كنتمنى لكم دكش اللي دعيتوا معايا كنتمنى لكم كذلك ونخليكم والسلام عليكم